إلى موضوعنا الثاني في نقاش على المباشر جاءت الجزائر في المرتبة التاسعة وستين عالمياً في القائمة الخاصة بنجاعة المنظومات التربوية وحسب تحقيق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن أربعمائة خمسمائة في سن الخمسة عشر سنة على مستوى اثنين وسبعين بلداً خضعوا لامتحانات في العلوم والرياضيات وبعض المواد الأخرى لكن من بين اثنين وسبعين دولة اثنى عشر فقط سجلت نتائجهم تطوراً في العلوم على غرارساً غفورة متصدرة هذا التحقيق لماذا المنظومة التربوية في الجزائر أقل نجاعة من دول أخرى حسب هذه التقارير والتحقيقات هل ترجع رداءة التعليم في الجزائر إلى مستوى تكوين الأساتذة أم إلى هزالة البرنامج هل آليات التعليم في الجزائر هي آليات تقليدية وهل آليات تكوين الأساتذة أكل عليها الدهر وشريب أسئلة وأخرى أسعد بطرحها على الأستاذ مصطفى بختالة أستاذ مكون من مدرسة العليا للأستاذ أهلاً وسهلاً بك شكراً وعلى السيد أزدين زروق عضو المكتب الوطني الجمعية الوطنية لأولياء التنميذ مسائك سعيد شكراً بارك الله أبدأ معك أستاذ مصطفى كيف تعلق على هذا التحقيق للمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المرتبة الجزائر في مرتبة 69 72 دولة يعني 69-71 يعني مرتبة ثارثة أما قبل الأخيرة هل هو حقيقة يعكس مستوى جودة التعليم في الجزائر؟ شكراً لك في البداية أشكرك على الاستضافة على الدعوة والاستضافة أولاً وأرحب بظيفك الكريم وأتقدم بعبارات الشكر والتقدير لمتابعي ومشاهدي قناة النهار قناة الإخبارية الأولى في الجزائر والثانية عالميين وأجدد لكم التهاني بمناسبة فوزكم بالمرتبة الثانية عالميين وهذا يشرف الجزائر ويشرف قناة النهار بصفة خاصة إذ نرد على سؤالكم الكريم في الحقيقة أقول أنها مثل هذه النتائج التي تدلي بها سواء هذا المخبر أو هذه المنظمة أو منظمات أخرى عالمية لا أنتظرها لأن الواقع أصدق من ألف قصيدة شعر معلتها لا أنتظر النتائج التي تدلي بهذه المنظمات أو هذه المخابر العالمية لأشخص واقع المدرسة الجزائرية التي تعلمت فيها وأعلم فيها وأبحث بشأنها إذن هناك من يقول أن المدرسة الجزائرية يصفون المدرسة الجزائرية قبل أن تصفوا هذه المنظمة بالمدرسة المنكوبة بالمدرسة المريضة بالمدرسة المشلولة بالمدرسة الفاشلة لكن من باب الإنصاف لا ننسق وراء هذه الوصفات الجاهزة لأنها في الحقيقة تبقى مجرد انطباعات انطباعات ذاتية آراء خاصة في غياب الدراسات العلمية الموضوعية التي تدقق لنا وتشخص لنا بدقة مستوى المدرسة الجزائرية أين وصلت المدرسة الجزائرية محلي إقليمي وعالمي إذن التصنيف المخيب للآمال الذي جاءت به هذه المنظمة معندها المدرسة الجزائرية أو المنظومة التربوية الجزائرية أصبحت تتذيل قائمة الترتيب التي تنجز عالميا إذن هذا تأكيد لواقع نعيشه إذن قلت لا أتفاجأ لهذا ما جاء على لسان هذه المنظمة لأن الواقع كما قلت أصدق من ألف قصيدة شعر إذا أردنا أن نشخص واقع المنظومة التربوية في تقديري في غياب الدراسات العلمية التي تقوم بها فرق بحث متخصصة سواء على مستوى الجامعات أو المخابر العلمية الموجودة على هذه الجامعات لابد من تشخيص واقع المنظومة التربوية بإشراك كل الأطراف الفاعلين بدءاً بالجامعة والمدارس العليا للتكوين الشركاء لهم جمعية أولياء التلاميذ والنقابات بمختلف مشاربها وألوانها وكذلك وسائل الإعلام هي التي توصل الصوت المبحوح للمشغلين بقطاع التربية إذن هذا الترتيب هو ترتيب يعكس جزء من واقع المدرسة الجزائرية في تقديره المدرسة الجزائرية ليست بخير وعندما ننتقد المدرسة الجزائرية انتقاد حاد وبلغة شديدة اللهجة هذا لا يعني أبداً أننا لا نحب المدرسة الجزائرية أو نتنكر إلى جميلها لأننا أبناء هذه المدرسة أنت وأنا ونحن جميعاً تخرجنا من المدرسة الجزائرية ولنا الشرف أننا تعلمنا فيها ونعلم فيها واليوم نعلم من سيعلم فيها في المستقبل مع أنتها لا نتنكر إلى المدرسة الجزائرية لكن هذا لا يمنعنا أننا ننتقد واقع المدرسة الجزائرية من أجل تحسين وضعيتها والخروج من هذه الوضعية التي لسنا راضين عنها سي عز الدين سمعت كلامه عندك جمعية وطنية لأولياء التلاميذ هل أنتم راضون على هذا التصنيف أم أن مدرسة الجزائرية أحسن بكثير؟ شكراً وبرك الله فيكم نشكركم على الاستضافة وأنا بدوري كذلك وهني القناة على مرتبتها وهذه المناسبة وفي هذا الأمس قام من قامة الفن الجزائر قامتين من قامة الفن وهو سي طهر الفرقاني رحمه الله وكذلك عبد الفتوح إبراهيم الإعلامي والفنن كذلك بهذه المناسبة نسأل المولى سبحانه عز وجل أن يتخدم ماذاهم برحمته وأن يسكن ذويه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبراء والسلوان وكذلك كل رفقاء دربه وكل عائلته أو عائلتهم الفنية والإعلامية في حقيقة مثل هذه الأمور معنتها ضرورية ولكن لا ينبغي أن نأخذ معنتها هذه الأرقام بأنها هي النهائية وإن كانت تشخيصنا كذلك المدرسة الجزائرية معنتها تشخيص يمشي في هذا الإطار ولكن الناظر إلى إطارات القطاع قطاع التربية وبرامج المطروحة من أجل الناظر والتدقيق في كما قال الأستاذ في البرامج التربوية وفي التكوين إطارات التربية من أساتذة ومن إطارات الإدارة كذلك هناك مجهودات تبذل من أجل تدارك مثل هذه النقائص أنا أريد أن أتكلم عن بعض الأشياء معنتها هل هذه التصنيفات هذه المرتبة 69 طبعا تكون فيما يخص جودة التعليم إذا كنا مثلا نقارن لا أدري إن كانت في معايير التصنيف مثلا موجود قضية عدد على سبيل المثال على سبيل المثال للحصرة مثلا عدد التلاميذ في القسم مثلا هل هؤلاء التلاميذ الذين خضعوا إلى امتحانات وكذا هل هم من الذين من النوعية هناك كل شرائح المجتمع هل في هذه البلدان تقدم الدروس مجانية كما تقدم لكل الجزائريين هل هناك كثير من مجانية التعليم وغير ذلك كذلك أمر آخر مهم جدا هل هذه الدول لها فيما يخص الاستقرار لسنة الدراسية هو نفس الاستقرار الموجود في الجزائر وأنت تعلم أخي ياسر وأستاذ الفاضل بأن هذه السنوات الماضية عاشت إضرابات وإضرابات هل هذه الأمور كلها ونحن لا أعلم بكل تأكيد بأن النتائج والنوعية لا يمكن أن نتحصل عليها إلا إذا كانت سانة دراسية يسودها الاستقرار فإذا رأينا السنوات الماضية وإذا رأينا مثلا الحالات التي كانت يمتحن فيها التلاميذ وهل مع أن التلاميذ تحصلوا على القسط الكافي والزمن الكافي لأخذ دروسهم وتعليماتهم هنا يمكن أن نقول حقيقة بأننا على نفس المستوى على سبيل المثال هل يمكن أن نقارن أنفسنا مثلا بكوريا الجنوبية على سبيل المثال أو بفنلندا على سبيل المثال أو بدول أخرى وهذه الدول خاطت خطوات بعيدة في مجال التربية وتكوين التلاميذ جميل أستاذ مصطفى قال كلمة مهمة قال مجالية التعليم وقال استقرار السنة الدراسية لكن استقرار السنة الدراسية إضرابات أو مجالية التعليم ليس مبرر لأن يكون لديك تعليم رديع لأنه لما نقول لك مرتبة 69 معناها أن تعليمك رديع لا يوجد جودة لما نقول لك مرتبة 69 معناها أنت عندك منظومة تعليمية تخرج لك تلميذ رديع ويكون طالب جامعي رديع ثم سيكون موظف رديع وليس يمت جودة في العمل تاوي إذن هنا الإشكالية هل هي إشكالية كما قال استقرار مدرسي سندراسية ومجانية من غير مجانية أم أنه قضية قضية أعمق بكثير متعلقة بتكوين الأستاذ ومتعلقة بمنهج تربوي ممتاز وقد تفضلت في استهلالك للموضوع أنك طرحت أسئلة فرعية أين يكمل الخالل هل الخالل في تكوين الأستاذ هل الخالل في المنهج التعليمية هل الخالل في المنظومة التربوية كمنظومة أو خالل في جهة أخرى لم نعثر عليه بعد الشيء الذي تفضلت به نعم حتى نعطي مصداقية لهذا الصنيف ويكون صنيف موضوعي من حق المشاهد الكريم أن يعرف ما هي المعايير التي تم على أساسها صنيف هذه الدول التي شاركت في هذا الصنيف يبقى أننا نقول سنة دراسية مستقرة أو مجانية التعليم أو اضطرابات في المجتمع أو كذا أو كذا معنى هذه ممكن أن يكون عندها تأثير لكن تأثير محدود لكن أظن أن المعايير التي تم اعتمادها هو أولا محتوى المنهج التعليمية ماذا ندرس لتلاميذ المدارس عبر العالم هل الجزائر استفت ضمن المحتويات التعليمية المدرسة في الدولة المتقدمة؟ أه فيما يخص المحتويات ثانيا ما نوع المقاربات البيداغوجية التي ندرس بها في المدرسة الجزائرية بالمقارنة مع الدول الموجودة خارج الجزائر؟ كذلك ما تكوين الأستاذ؟ لأن الأستاذ هو المعني بترجمة المحتوى التعليمي وبتنفيذ المقاربة البيداغوجية لا يمكن في أي حال من الأحوال أننا نعزل مسكولية المعلم في العملية التعليمية التعلومية قد يبدو لنا عند بعض الأولياء أو عند بعض المختصين أن المعلم هو في قفص الإتيام هو المتهم الرئيسي في المنظومة الترباوية أن المعلم يعني راه يقصر في أداء مهامه لكن هذا يجانب الصواب في اعتقادي المعلم هو ضحية منظومة هو أول المعلم في حد ذاته هو مخرج من مخراجات المدرسة الجزائرية لم ينزل علينا من المفضاء لم يأتينا من كوكب آخر وإنما هو خريج المدرسة الجزائرية إذن في تقديري في تقديري أن الخلل موجود في المدرسة الجزائرية والخلل يكمن فيما يلي أن القائمين على الإصلاحات خلال إصلاحات المنظومة التربوية من الاستقلال إلى يومنا هذا من 1962 إلى 2016 عارفت المنظومة التربوية ثلث مقاربات متباينة المقاربة الأولى خلال السبعينيات كانت المقاربة بالمحتوية أو المظامين ثم انتقلنا مع بداية الثمانينينات بعد صدور الأمرية 16 أبريل 1976 إلى مقاربة جديدة أخرى وهي المقاربة بالأهداف ثم بعد إصلاحات 2003 دخلنا في منطق مقاربة حديثة وتعتبر من أحدث المقاربات على المستوى العالمي هي المقاربة بالكفاءة على المستوى النظري على الأوراق هذا شيء جميل جدا أن المنظومة التربوية الجزائرية منظومة تربوية حية تساير وتواكب التطورات التي تحدث في العالم لكن على مستوى الباقع لكن على مستوى الباقع هنا يكمون الخلال نقفز من مقاربة إلى مقاربة أخرى دون القيام بتشخيص المقاربة الأولى أين هي مكام قوتها ومكام ضعفها قبل الانتقال من المقاربة بالمحتوى لابد أن أشرح هذه المقاربة ماذا قدمته للمدرسة الجزائرية يعني عملنا قضية نسخ لكوبي كولي لمقاربات ومنظومات تربوية عالمية ممتاز حطيناها على واقع لا يتلاءم معها ممتاز فيما يخص هذه النقطة بالذات شاطر كثير الانتقال إلى المقاربة بالكفاءات هل وكبها تكويل للأساتذة الذين تطبيقون هذه المقاربة التي تسمى بالمقاربة بالكفاءات نحن لما نساهم في ملتقيات وأيام دراسية نطرح هذه المشكلة وخاصة من الجانب الذي هو قضية عدد التلاميذ في الأفواج لأننا اليوم في أوروبا نرى بأن القسم لا يحتوي أكثر من 15 وأكثر من 20 تلميذ فإذا طبقت عليه المقاربة بالكفاءات فهذا يتماشى معه بشكل سهل جدا ويستطيع الأستاذ أن يماشي كل تلميذ وأن يعطيه حقه من التربية لكن اليوم دقيقة إشكالية أنت كولي تلميذ هل ترى في ابنك تعليم جيدة نتائج تعليم جيدة هل تراها في الطفلية والي عندك في الدار أو كممثل لجميع تولياء التنميذ هل ترون جوزة تعليم في أبنائك أم ترونها رادئة من حيث ما تعلمه في المدرسة أو من حيث التربية أو من حيث كل شيء نحن شاركنا في الملتقيات المختلفة لدراسة المنظومة التربوية وتطوير المنظومة التربوية وإدخال تعديلات على المنظومة التربوية في ملتقاية عديدة وكنا دائما نؤكد على أن قضية المناهج كما تفضل الأستاذ مناهج متطورة مناهج مواكبة للعصر كتب مدرسية لا بأس بها فيها بعض الأخطاء وكنا في هذا البلاطل تكلمنا على كثير من الأمور المطبعية وما إلى ذلك أما فيما يخص نعود دائما إلى مربط الفارس وهو قدرة الأستاذ على تقديم هذه العلوم إلى كل التناميذ يعني كأنك لخصت كل شيء في الأستاذ في الأستاذ طبعا وفي الاكتظار خاصة للاكتظار لماذا؟ هل من المشكلين فقط؟ التكوين كانت تكلم على التكوين تكوين الأستاذ تكلمت عنه وهو أن يكون الأستاذ مسائرا لهذه الطرق التدريس قضية أخرى وهي نعاود نرجع إلى الاكتظار لأنه مع خمسين تناميذ أستاذ ياسر لا يستطيع هل أستطيع أن أتابع ولكن رغم هذا أنا شوف بأنه مثلا مع أبنائنا لما نتكلم مع أولياء التلاميذ هناك من يصل إلى اكتساب معلومات ويسير هذه العملية لا نقول بأنها صفرية بمعنى أن الفشل فهو ذريع لا ولكن هناك نسبة من النجاح لا بأس بها نرجع عن تكلمة أستاذ مصطفى مشاهدنا فاصل ما نواصل في نقاشنا على المباشر فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدنا من جديد في نقاشنا على المباشر حول احتلال الجزائر المرتبة التاسعة والستين في تحقيق لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية حول جودة التعليم سيد بوختالة اسمعت كلام سيد زروق قبل الفاصل قالك أهم شيء هو تكوين الأستاذ والاكتذات في الأقسام يعني هذا الشيئين يحولاني دون أن نستطيع أن نرفع من مستوى التعليم في الجزائر مهما كانت البرامج المتاحة نعم هذا عاملين سيد استقرار استقرار نعم استقرار سنة الدراسية تفضل نعم فيه مسألة ما تفضل به الأستاذ هو عامل من بين العوامل الكثيرة لكن في تقديري الخاص أن الخلل يكمن في السياسات الترقيعية التي تنتهجها الوصاية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نحاول في كل مرة أننا نضع العربة قبل الحصان ما معنا هذا نأتي بالمقاربة ننظاهر بالمقاربات الحديثة المتدولة في العالم ثم نأتي بها دون أن نوفر لها البيئة المناسبة دون أن نوفر شروط نجاحة ودون أن نكون لها الأستاذ المعني بتنفيذها جئنا بالجيل الثاني كامتداد للمقاربة بالكفاءات بدأنا نطبق طبعنا الكتب وأخطأنا في طباعة الكتب ولكن دون أن ننتبه إلى تكوين المعلم الذي يدرس وفقاً لمنطق الجيل الثاني لم نكون المفتش لم نكون مدير المدرسة لم نكون حتى المشرفين على المستوى المركزي في الإدارة المركزية معنتها أننا نسير في اتجاه معاكس أننا نأتي بمقاربات لمع براقة ناجحة في بيئات أخرى ونحاول كما تفضلت أننا نلسقها لسقاً في الواقع الجزائري بدون توفير شروط ذلك التكوين قضية مهمة عندما نتحدث عن تكوين الأستاذ يعني من هو الأستاذ الموجود اليوم في المدرسة الجزائرية إما خريج الجامعة والجامعة هي امتداد للمدرسة ضعف المدرسة ينتقل آلي إلى ضعف الجامعة أو أنه يتخرج من المدارس العليا للأساتذة المدارس العليا للأساتذة في تقديري وأنا أحد أفراد أسرتها يعني الكبيرة لدينا مآخذ لابد أن تأخذ بعين الاعتبار معانتها المدارس العليا للأساتذة لابد أن تواكب التطورات وتواكب خصوصيات هذه المقاربات الحديثة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية ونكون أستاذ كفت قادر ومتمكن من تطبيق هذه المقاربات نعطيك مثال فقط برك يعني أتيحت لي فرصة في الأيام القليلة الماضية أنني تشرفته بزيارة يعني تركيا هذا البلد المتطور الذي كان في يوم من الأيام في سبعينيات القرن الماضي كانت قريبا في نفس المستوى للمجتمع الجزائري لم يكن هناك فرق شاسع بين الدولة الجزائرية الحادثة والدولة التركية الناشئة لكن في ظرف أقل من خمسين سنة تركيا بلغت القمم ونحن مازلنا يعني للأسف يعني نراوح في المكان المقاربة التي تعتمد في تركيا اليوم في المدرسة التركية في حدود تجربتي وفي حدود زيارتي للمدارس هي المقاربة التقليدية الكلاسيكية التي كانت تطبيقها المدرسة الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي يعني في سبعينيات كنا نطبق إحنا المقاربة بالمضامين وبالمحتوى وتركيا اليوم في 2016 تطبق المقاربة بالمضامين والمحتوى لكن ما هو وجهة الاختلاف بينها وبين تركيا تركيا تنفذها وفقا لإمكاناتها وفقا لسياستها التربوية وفقا لسياسة مجتمعها العام التلاميذ الأساتذة يدرسون بجدية والتلاميذ يدرسون بجدية أكثر وقبل أن أحدثك أستاذ ياسر عن المدرسة التركية أحدثك أولا عن المجتمع التركي عن الفرد التركي الذي يصنع المجتمع والذي يصنع الحضارة لأن الفرد هو منتوج المدرسة ومنتوج باقي مؤسسات التنشئاء الاجتماعية وعلى رأسهم المدرسة الفرد المواطن التركي يحترم العمل يقدس العمل كل من صادفته يعمل ويتقن عمله من التاجر إلى الخباز إلى الجزار إلى المعلم إلى المدير إلى سائق المطر إلى سائق ترام كل واحد فيهم يؤدي عمله على أحسن ما يرام والعامل بالنسبة إليهم جزء من عبادتهم إذن هذه القيمة التي افتقدناها نحن المدرسة الجزائرية غيبت قيمة العمل التلميذ الجزائري في ثمانينات الماضي في سنوات الماضي في ثمانينات على مدرجات الملاعب يهتف ما نقرأ وما نخدمون لبسوها للمركعة هذه سمعناها قبل أحداث أكتوبر بأيام قلائل هذا مؤشر خطير ونقوس خطر يجرنا إلى ضرورة الانتباه إلى ذي العمل في هذه النقطة بالذات هنا يظهر دور أولياء التلاميذ أولياء التلاميذ يفرض عليهم أن يفرضوا على وزارة التربية الوطنية كما يفرضوا على أبنائهم ماذا يأكلون وماذا يلبسون في البيت عليهم أن يفرضوا على وزارة التربية الوطنية ما ينتج تلميذا متطورا سواء في التكنولوجيا سواء في العلم أو غير ذلك للأسف هناك مشكلة واحد وهو مشكلة الاكتظاث كأول كبداية لحد الساعة لم يستطع ولا جمعية أولياء التلاميذ أن تفرض منطقها في هذه القضية لماذا؟ قضية الاكتفاظ نحن لسنا دولة أنتم هما الصح نحن الصح نعم لو تمنعون أولادكم عن الذهاب إلى المدرسة يوم واحد أصلا مشكل كبير نفتح قوس صغير فقط إذا سامح في قضية 69 على 72 نسبة الدرجة نحن الجزائر ما زلت برهن بأن أبناء أبنائنا أمخاخ أدمغة بدليل أنك أنت استضفت في استيديوك هذا وفي حصم الحصص الإبن الذي نال الجائزة الأولى في القراءة للوالدين للوالدين القضية الثانية هناك تلاميذ كتاب وأدباء في الثانوية وفي المتوسط على العموم كذلك من الجزائريين من أبنائنا الذين نالوا مرتبات لا بأس بها في أولمبيادة الرياضية هنا نغلق قوس ما معنى هذا؟ معنى أن المادة موجودة في أبنائنا واش ينقصنا؟ ينقصنا تطبيق النصوص نحن اليوم لدينا مثاق أخلاقية المهنة هذا الذي يفرض على الشراكاء كلهم أنهم يتآلفوا ويتكاتفوا من أجل النهوض بقطاع التربية عندنا نص مثلاً وهو بروتوكول بروتوكول مسايرة الأوضاع مسايرة الأوضاع الخاصة بالمؤسسات التربوية ما معنى هذا بروتوكول؟ يعني في حالة وين تكون هناك أوضاع خاصة زلازل أو بيئة أو ثلوج أو اضطرابات معينة في المدرسة الشراكاء الاجتماعيين بالنقابات ومع الإدارة يتكاتفون من أجل إيجاد حل هذه الأزمة بحيث أنه لا يضحى بمصلحة التلميذ كل إنسان يخدم هذه الأمور كلها أحياناً أولياء هم الأولين يضحى نحن نضحي لا يضحونا بالتلميذ لا نضحي بأبنائهم أبداً أحياناً أولياء يضحونا بالتلميذ والدليل أنه الأولي للولي لا لا ليشوش حتى بنوين يقرأ ويش يقرأ وكيفاش قرأ هذه حالة موجودة حالة كثيرة لا يقاس عليه وما هو الشيء الذي أدى لهذا سمح لنا نشرح لك بأنه لما تذهب إلى تأسيس مكتب جمعية على مستوى مؤسسة مع أنتها الإدارة لا تساعد لا تساعد للأولياء بمرافقة الإدارة أستاذ ذروك نعطيك سؤال صريح جوب لي صراحة لأن الوقت انتهى قولت دقيقة ودقيقتين وأنا في دقيقة فقط نقول لك كان الأستاذ قال لي أن في الدول المتطورة أولياء التلميذ يحضرون إلى قاعة الدروس مع أبنائهم أنت من تفرض هذا الشيء على الإدارة ما تأفرضه لما الوصاية تعترف بك شريك وتفتح للأبواب أنت من تفرضوا يعترفون بك ياسي ذروك يكنوا واضحين أولياء التلميذ مدرسة فيها ثثمية تلميذ يعني ثثمية ولي ثثمية ولي يستطيعون أن يفرضون منطقهم قانونيا لا أتكلم من منطق الفوضى والقانون يسمح لهم أن يحضروا ويسألوا ويفعلوا كل شيء في مصلحة ابنهم أو ابنتهم الآن بصراحة هل الأب أو الأم الجزائرية يكلوا قلبه على ابنه شهيقرة يكلوا ولده هو يشوف الأمور التاريخية مدرسوا أحد لا أحد يتحرك أخي ياسر لا نسوي تصورة الأولياء الأولياء هم الذين يصهرون مع أبنائهم ويحرمون أنفسهم من أجل أن يتمدرس أبنائهم ورجي قانون المالية لسنة 2017 والأولياء يبقوا ويضحيوا على أبنائهم كما مديا ليس مديا ويصهرون مع أبنائهم من أجل مرافقتهم في مراجعة دروسهم أنا أعطيك شيء ونروحا للأستاذ لو كان هناك جودة في التعليم الحكومي في الجزائر لما أصبحت دروس خصوصية ودروس الدعم من سنة 5 ابتدائي الإضطرابات من السنة 5 ابتدائي هي التي دفعت هذه الأمر الكارثي ليس الأولياء والذين يشجع أخوك مكرهن لا بطل الولي الذي لا يجد الأستاذ في المدرسة ماذا يفعل حتى الحاصل لا تقول إضطرابات كل يوم سنة 5 ابتدائي دروس دعم مش معناها معناها تعليم ردي هذه السنوات الآخرة هي التي جعلت هذه السنة الغير حمدة في قضية الدروس الخصوصية أخذك الملك تفضل أستاذ ياسر أحييك على شجعتك وعلى حبك للذهب إلى العمق لا نجامل بعضنا البعض لا نخبه لا نخبوش الجرح من أخفى جرحه مات به لابد أن نقول صراحة والتغيير والتحسين يكون بقول الصراحة وفهم المشكلة الحقيقة في عمقه من الذي يصنع الفرد من الذي يصنع المواطن الجزائري تصنعه كما قلت المؤسسات التنشئة الاجتماعية على رأسها الأسرة طب للمدرسة الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام والجمعيات والأحزاب ويعني هذا النوادي هل هذه المؤسسات التنشئة الاجتماعية تؤدي دورك ما ينبغي؟ في تقديري ولا أكون قاسي وإنما أريد أن ألتزم بالموضوعية التي تدفعني لأقول أن الأسرة الجزائرية لم تعد أسرة سيتون فاميت ديميسيونير للأسف أولياء مستقيلين من الفعل التربوي يخذون أبنائهم ويوديعونهم في المدرسات يعني سيتون جاردوري وخلي المعلم يتخدم مع 45 تلميذ في القسم الأسرة لم تعد أسرة المدرسة لم تعد أسرة المسجد لم يعد مسجد وسائل الإعلام بعضها لم يعد أحزاب ليست أحزاب الأحزاب شريك فعال كمؤسسة تنشئة الاجتماعية النوادي الرياضية مؤسسة من مؤسسة تنشئة الاجتماعية للأسف أصبح النادي الرياضي يعلم لأبنائنا كيف يتناول المخدرات كيف يتناول الشيشة كيف هاك إذن معنتها لا نحمل المسؤولية إلى المدرسة لوحدها وللأسرة فقط المجتمع كل متكامل وعلى رأس هذا الهارون فيت قديري هو المدرسة وعلى رأس المدرسة هو المعلم كوينوا المعلم تكوين سليما ننتج مجتمع متحضر ونبني حضارة شكرا لك أستاذ مصطفى بختال شكرا لك أستاذ دين زروق شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على حسن إسراء المتابعة الشكرا إلى كل فريق العمل أمسيتكم سعيدة والسلام عليكم